نشارك معنا أيضا في النقاش الأستاذة فكرية شحرة كاتبة وروائية أهلا وسهلا بك أستاذة فكرية أستاذة استغلت مليشيا الحوثي التعاطف الشعبي العربي مع غزة وصدق كثيرون أنها بطلت الموسم في نصرة القضية الفلسطينية هل هي كذلك؟ الحقيقة كلنا نعرف أن جماعة الحوثي هي أحد أذراء إيران في المنطقة مثلها مثل حزب الله في لبنان وأيضا الجماعات والمليشيات في سوريا والعراق وكلنا نعرف أن إيران دولة لها أطمع توسعية في الشرق الأوسط وأنها كثيرا ما تباهت باستيلاءها على أربع عواصم عربية كذلك إيران دأبت على تبني مساندة المقاومة الفلسطينية حماس ومدها بالسلاح بل وشكلت فيلق القدس من أجل تحرير الأقصى كما تزعم وكل هذه الدعايات الكاذبة تبنتها بالتالي أذرع إيران في كل الدول ومنها الحوثيين بأمر من الملالي العجيب أن جماعة الحوثي ببعض المسرحيات الساذجة والتخادم الإمريكي الإيراني تحولت في عيون العربي إلى بطلة ذلك لأن فكرة القرصنة على السفن ومحاصرة طريق الملاح العالمي حركة ليست بالهينة لو لا الضوء الأخضر لذلك من القوى المهمة في العالم بالتالي جماعة الحوثي تجد أن تصدرها أمر مقاومة ومساندة غزة فرصة سانحة ليست عادية وكما يقال أنها ركبت الموجة كي تبرز مقاومة تناصر الشعب المحتل المظلوم وكي تبدو بالفعل في عيون العرب جماعة قوية لا يهمها الهيمنة الأمريكية في المنطقة لكننا كيمنيين نعرف جيدا أن كل هذه المسرحيات بضوء أخضر أمريكي وأن العلاقة الأمريكية الحوثية عريقة شواهدها كثيرة لا تخفى علينا ولا تخفى على هذا الشعب اليمني الصابر المناضل فعلا نعم إذن كيف نفهم التناقض بين أن تدعي ميليشيا الحوثي أنها تحارب العالم من أجل غزة في حين تدفع بمقاتلها إلى جبهات تعز ومأرب بداية أقول أنه ما يؤسف له فعلا أننا نحن اليمنيون لا أحد يدري بجراحاتنا وحربنا وحالنا وأن هناك تجاهل وجهل عربي عجيب لمشكلة اليمن لا أحد يدري بحيثيات الحرب ومأساتها لا أحد يعلم بأطفال اليمن الذين قتلوا قصفا وجوان هذا الجهل العجيب جعل العرب لا يتفهمون سخط غالبية اليمنين ضد هذا التأييد والتفاخر بصنيع الحوثيين لهذا نقول للعالم العربي أن من يزرع أرض اليمن الغامن لتحصد الأبرياء لا يمكن أن يشفق على أطفال غزة أن من يقتل أطفال اليمن ويحاصر أبناء تعز لا يمكن أن ينقذ أطفال غزة نقول للعربي أنهم يمنحون هذه الجماعة شرعية لقتل اليمنين دون أن يشعروا وهم يتوجون القتل أبطالا إن جماعة الحوثي ببساطة تستغل عاطفة العرب نحو قضيتهم الكبرى فلسطين كي تساوم على قبولها المرفوض من قبلنا كيمنيين جماعة منقلبة على الشرعية نقول أنه لا يمكن لجماعة تدعي تحرير الأقصى ولكن عن طريق قتل اليمنين هذه الجماعة أساءت لليمن فكيف تحسن لغزة؟ نعم إذن هل يجهل الفلسطينيون حقيقة الحوتيين وحجم الفضائع التي ارتكبوها بحق اليمنيين حتى نرى كل هذه الإشادات؟ كما قلت شابقا هناك جهل عربي بما يدور في اليمن ربما أتى من لا مبالاة حقيقية بواقع اليمنيين ككاتب أقيم في القاهرة ألمسوا هذا كثيرا حتى في النخب المثقفة العرب لا يتابعون أخبار اليمن وكثيرا ما يجهلون أسبابها ومآلاتها وفي فلسطين لا يختلف الأمر عن بقية العرب أما في غزة فقد لخصت لي صديقة غزاوية في أحد الندوات الثقافية حين حددتها عن الحوتيين وأفعالهم في اليمن لخصت لي رأيهم في جملة حقيقية وواقعية حين قالت لي أنهم كشعب يعاني لا يهم لا يهم من يمد لهم يد العون كيف يكون وكيف يرفضون أي مساعدة حتى لو كانتنا الحوتيين الحقيقة أن تقاعص العرب عن مساعدة غزة جعلهم يفرحون بأي سند من أيران أو غيرها أول خلاص أنه لا لوم أبدا على شعب غزة حين يفرحوا ويتفاخر بمساندة الحوتيين كل اللوم على نخب اليمن ومثقفيها وسياسيها الذين تقاعصوا عن تعريف بقضية اليمن كأبسط الواجبات عليهم للأسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر